دعوه للمتابعة بالجديد وتحية مجددا كل تأكيد مرحب بكل من نضمه لأهل متابعتنا وكل الذين دائما ما يتابعون صباح الشروق كتير جدا من الفقرات في انتظاركم وشوفنا تمرحل ضيوف معالم وعدد من المحاور نواصل التنقل دائما كحال كامير صباح الشروق في كل مكان في السودان ومتشوف كل حاجة نتلاب نعم المرة دي حنمشي لحاجة مهمة جدا التابلدي التابلدي الشجرة صح نشوفها يعني المعروض عن هذه الشجرة وفوائضة صحية ان فيها فيتامين سي مضاعف عشان كده انا بنصح بها دائما امراض ارتفاع الكوليسترول في الدم امراض القلب الامراض مترفع حتى الناس الكباب في السين حتى الاطفال يتناولون الناس كثير ما مركزين مع فيتامين سي في التابلدي في البرتوكاموس والليمون معينه فيتامين سي في التابلدي اكثر اضعف 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 متابع وجدت شجرة التابلدي في بيئة كردوفان مستقرا ومكاما فانتشرت الشجرة حتى صارت ابرز المعالم التي تميز المنطقة وهي شجرة ضخمة طولا وعرضا ويصل عمرها بحسب الدراسات اكثر من الفي عام لذا ضلت شاهدا على كل الحكب والعصور التي مرت على منطقة كردوفان خبر الناس هنا فوائد التابلدي منذ امد بعيد فهي شجرة كثيرة الفوائد عظيمة الاثر تتخذ كرمز للقوة والمنعة والشموخ وصارت مثالا للصبر ومقارعة التحديات فهي تقاوم كل الظروف البيئية وتعيش عمرا مديدا وعطاء متصلا هكذا اذا شجرة التابلدي تتبوأ مكانا خاصا من الحب والتقدير عند اهل كردوفان فقد كانت التابلدية محور التقاء نمت حوله التجمعات السكانية وقامت بجواره القرى وسميت على اثر قيمتها ومكانتها المسميات فتوصف بها الطرق والمعالم في البوادي وترسم وتحدد بها الحدود في الاراضي وتعقد تحت ظلالها التصالحات والتحالفات وتقام على ثراها المناسبات السعيدة والاحتفالات اثبتت الدراسات القيمة الغذائية الكبيرة لشجرة التبلدي فكل جزء منها له قيمة واستخدام خاصة ثمارها التي يستخدمها السودانيون على نطاق واسع كعصائر ومثلجات لما تحتويه من عناصر غذائية متعددة تتخذ شجرة التبلدي رمزا لولاية شمال كردفان ولعل هذه الشجرة من اشهر واهم اشجار التبلدي في كردفان هي ما يسمى بتبلدية البروجي التي كانت شاهدة على معركة شيكان بين انصار الامام المهدي وحملة هيكس في العام 1883 وما تزال هكذا صبية تحدث عن التاريخ والبطولات كتب الكثير من الشعراء وتغزلوا في شجرة التبلدي ووصفوا تأثيرها في حياة الناس وأطلقوا عليها الصفات والمسميات وتعهدوها بالرعاية والاهتمام وصانوا حبها وفاءا وعرفانا لها بهذه القيمة العظيمة تظل شجرة التبلدي كنزا يجب المحافظة عليه وموردا اقتصاديا متجددا يتطلب عملا وتحركا في سبيل استدامته وذلك باستزراع الشجرة في مساحات أوسع وسن قوانين لحمايتها من الاعتداء عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة